خلينا نتكلم بقى عن أهم خمس لعيبة تحت 21 سنة منتظر التقلق بتاحهم في بطولة ساحل العاج 2023 هتتلاقي في 2024 أول لعيب عندنا هو اسمه لامين كامارا بيلعب في مدس الفرنسي لعيب في منتخب السنغال لعيب كريم لعيب كبير جدا 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 أنا شفت الستاتيستيكس بتاعته وشفت الخريطة الحرارية بتاعته وهو مركزه نص ملعب بس هو منتشر بشكل كبير جدا في نص الملعب وهو هيحل بالنسبة لإستنغال مشكلة في نص الملعب بدأت تظهر من البطولة اللي فاتت آه هم حصلوا على البطولة بس النص الملعب عندهم كان فيه إصابات بشكل كبير جدا اللعيب ده من اللعيبة المنتظر تقلقهم بشكل كبير وخلينا يا كريم إن شاء الله وإحنا ماشيين في البطولة نبنتابع الخمس لعيبة اللي هنكلم عليهم دول ونشوف هم عملوا إيه في البطولة ده أول لعيب تاني لعيب عندنا هو ويلفريد دولا اللي تكلمنا عليه اللي ضموا صونج وكانت مفاجأة كبيرة جدا عايزين نتابع برضو يا تارا يعني يستحق الاستدعاء ده ولأ لإنه هيبع عليه الأنظار بشكل كبير مش جسم اللعب كمان تعرفك اللعيمة الكاميرون دايما بصدبت أه لا هو الحالة غريبة كمان إن هو بيلعب في اللوني المحلي أولا ده مش 17 سنة كمام وده مش كاميروني يعني القصة كلها مضروبة هو الموضوع غريب الموضوع غريب بس خلينا نتابعه برضو في البطولة ونشوف هيوصل لإيه ثالث اسم عندنا هو كريم كوناتي ده مهاجم إفواري موجود وبيلعب بشكل أساسي جنب سباستيان هولر ومعدله التهديفي عالي جدا وده اللي خلى رادبول سالس بورج إن هم يشتروه يعني وإن هم يجبوه لإن هو رادبول سالس بورج دايما معروف إن هم بيجيبوا المواهب الكبيرة جدا وخصوها كمان من قارة أفريقيا ده ثالث لعيب عندنا رابع لعيب عندنا أنا تابعته بشكل شخصي هو كان في المنتخب الأوليمبي الغاني وواجهنا في المباراة دي اسمه إرنست نواء نوما ده لعيب كريم لعيب مش طبيعي لعيب جناح دلوقتي بيلعب في ليون معار لليون ولعيب جناح وعنده مهارات فردية مش طبيعية إن شاء الله ونتمنى إن هو ما يكونش موجود قدامنا هو لعيب غاني وممكن يكون من اللعيبة اللي هتواجه منتخب مصر هو ما بيتمش الاعتماد عليه بشكل أساسي لكن هو لعيب حريف جدا وأنا متأقل إن هو يبقى من مفاجآت البطولة وليون كان عندهم يعني بعض نظر جدا في النوامة لأنه هو لعيب ليه هايلايتس كبيرة وليه مستقبل كبير جدا والعيب في منتهى الحرفانة بيلعب على الجانب الآيسر هو جناح آيسر آخر اللعيبة عندنا هو أمير ريتشارتسن بيلعب في استادرام وهو برضو لعيب نص ملعب وهو من اللعيبة اللي متوقع عليهم إن هم هيبقوا من نجوم المنتخب المغربي وحتى بتاعت نص الملعب بتاعت المنتخب المغربي دي بتبين لعيبة كتير جدا هو مش هيكون بشكل أساسي لكن هيكون بديل وهيبقى بديل مؤثر جدا ومعدله التهديفي رائع جدا مع استادرام في فرنسا فهو لغاية دلوقتي أحرص ثلاث أهداف معاهم وعمل جون أو صنع هدف مع استادرام الخمسة دول تبعوهم في كاسف الهوم الأفريقية وبعد ما تخلص البطولة نرجع نقول لهوبة نرجع بقى نرجع اليوم 11-11 الخمسة خطأ لك جدا بس ما طلقوش أكتر من نجوم نخم الله بإذن الله